مؤلم أن تلامس الأم يد معاناة كبدها صعب حين لا يكون صوت النداء عاليا من لسان خافت أنهكه الألم والمرض النظرة البريئة تلخصها صورة البحث عن الخلاص من سجن السقم وهل هناك قلب يتحمل هذه الصورة لأليسيا صاحبة الخمسة عشر سنة من ولاية تيزيو الزو الذي أكل منها التهاب دماغي صلابة عذامها فصارت هشة أدت بها إلى شلل حركية زادته الحاجة وبساطة الوضعية الاجتماعية لعائلتها والنداء كان لا نريد إلا يد العون عاول مي عاول مي بشيذي 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 حرزي مرأة ديليا بشيذي 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 كيني لاماماة أليسيا تهلي قسمي سعة طروزو تذت تفريب سكينت أطس المعاناة كيكيذس دوانس لكوشيس طلبة ويدي دي توالين ويدي دي توالين أتعاوني نموزمرا ألو كانت دعوة الخير أبي جزيكم حيارة بشيذي 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 وليش شخص خديمنا لأنك لسوانين ذي قوس نسعر الموين إلا قد سوانين الخارج مكيني اللي موين وسعرات سمتوخن خدمارها ودسعات سعتكين نلسات ذي بش طلبة السلوطات طلبة اللي صنتي سمس واني 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 وانتعنا ثم سنت اذي عاوني اذي عاوني اذي عاوني تاقرر تاقيني واني موزمرا اعاوني سدواس سلكوشيس لكانس دعوة الخير تاقرر تاقيني اه مصديليت وان كاتذ عملة ماما شو تحوسوا في الحساب بوروه تركنا أليسيا على فراق الأمل وتركنا الأمة على دموع الألم وبينهما خط واحد لا يربطه إلا أهل الخير فطوب لمن يساند المحتاج وصدق من قال الصحة على رؤوس الأصحاء تاج زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر